كنت لسه هجيلك لان انا كمان ليا تجربة خاصة جدا مع عبادسة بصراحة ويمكن اقول كده في البيت الكبير يعني من الناس دايما واحد بيبتكر المدربين اللي يوم بصمة في حياته يعني ديتشو جبايسة من احد المدربين اللي كان يوم بصمة وكان عنده ثقة كبيرة جدا فيها طبعا كابتن انور سلامة رشحني وصعدني من فريق 18 سنة للفريق الاول وسنة يمكن 88-89 ديتشو جبايسة اداني الثقة بقى يعني ما قالش ده لسه ولد عنده 18 سنة وما ادانيش انها الثقة بس ده طلع معايا جيل كامل زي محمد عبد الجليل وعادل عبد الرحمن وعمر انور ادى فرص كمان اكتر لكابتن حسامو ابراهيم فمن الواضح ان عقليته كمان الاهتمام بالسن الصغيرة او باللعيبة الشبابية يمكن لو نيجي للناعي اللي نعاله اعتقد فيتشر هو كان رئيس نادي اينتراخت فرانكفورت وقته هو يعتبر طبعا فيتسا من اساطير نادي اينتراخت فرانكفورت على المستقى تدريبه على المستقى هو كان كمان لعب في نفس النادي قال انه كان يعني مش بس بنفتقد خبير ولا صديق على المستقى الانساني لا هو كان شخص ومدرب مؤمن جدا بالشباب مؤمن بانه يطلع لعيب شاب ويبتدي يديره المهارة ويبتدي يديره الخبرات علشان يكون لعيب على المستقى الفرستيم وانه يقدر بعد كده يوصل لأعلى مستقى من التوب فورم ويلعب مع المنتخب وبيطور كمان اداء انا عشت ده بيطور اداء للشباب بشكل مميز جدا وبسرعة كمان طريقة تدريبه ما بتعتمدش كتير على القوى البدانية وان رغم انه المانية انت عارب في الالمان بيحبه القوى البدانية لكن كان بيشتغل تكتيكي كمان على المستقى التكتيكي وانت زي ما انت عارب كان ليه بصمة انه تغير طريقة اللعب في بالزبط وخمسة تلاتة خمسة تلاتة تنين ويمكن وقتها يقول لك لا انتم بترجعونا للورا نلعبش بتلاتة مدافعين ولا بخمس مدافعين ولا بليبرو ولا الكلام ده لكن اعتقد على فكرة انا ميال جدا لطريقة تلاتة في الدفاع لحد النهاردة يعني ممكن اكون اه ما بحبش المدرشة التليانية اوي لكن انتونيو كونتي لما بيلعب بتلاتة في خط الدار انا ببقى شايف بحس ان الكرة يعني حلوة انا بحب كده كابتن غريب كمان يستغل النقطة دي اتوفاز بيها في طولة افريقيا كان بيلعب بتلاتة وراء بالزبط اصلا يا كابتن هاني في الحتة دي يعني مش هنخرج بره موضوع فايتسا بس حتة الطريقة نفسها طريقة اللعب المدرب مش لازم يقلط طول الوقت او يشوف هو ايه ترند اللي ماشي دلوقتي في طرق التدريب على مستقل العالم وامشي وراء انا بشوف قدرات اللعب تقيه ويهيه الطريقة اللي تقدم افضل اداء واشتغل عليه وهنا المدرب او المدرسة الالمانية اللي منها فايتسا منها كرامر قبله اه لما بيجي يشتغل على كده هو بيشوف قدرات اللعبة اللي قدامه ايه ويقدر يوظفهم في ايه علشان يقدر يحقق افضل نتيجة ويعني بمناسبة افضل نتائج فايتسا لما كان بداية بقى تحقيق البطولات له كمدرب لما اشتغل مع اين ترخت فرانكفورت كان مدير فني بعد تجربة كايزر سلاوترن هو قدم للسيمي فاينل بطولة كاس الكوس الاوروبية وخسر بصعوبة جدا من ويست هام في السيمي فاينل كان على واشاك انه وصل فاينل الكلام ده في تلاتة وسبعين اربعة وسبعين في بطولة كاس المانيا اربعة وسبعين يا عايز اقول له حضرتك وكان معاه فريق اين ترخت فرانكفورت مجموعة من الشباب هو انطلعها وبيلعب وبينفس بهم وصل انه يلعب سيمي فاينل كاس المانيا على فكرة كاس المانيا من من البطولات الصعبة برضو دمهت ايه لو يا كابتن هيل وفيها مفاجآت كتيرة جدا مفاجآت وتحس ان كل الفرق في المانيا بتلعب على انها تكسب وحتى النتائج ممكن توصل لنتائج كبيرة يعني لما تبص كمان لتاريخ فايتسا مع كل الفرق اللي دربها فيه نتائج بوصلت انه مرت عدل مع شتوتجرت خمسة خمسة في الدوري الالماني ودي من كلاسيكات الدوري الالماني ماتش يخلص فيه عشر تجوال وماتش خلصان تعادل يعني اه في سيمي فاينل الكاس في اربعة وسبعين اه قدر انه هو يطلع فريق اه بايرني ميونيخ من السيمي فاينل فريق بايرني ميونيخ في الوقت ده كان فيه اسامي يعني لو تالت دلوقتي او يعني هو المشاهد حتى اللي ما عصرشه والعصر عارفهم يعني لما نتكلم هيا المباراة دي بالمناسبة يعني كسب تلاتة اتنين الفرق اللي اللي بيلعبها اللي هي بايرني ميونيخ دي كان وقتها فيها سيب ماير حارس مارما بيكين باور في الدفاع راينيرت سوبل اولي هونس كانت مجموعة هما عناصر منتخب المانيا يعني وكانوا بيلعبوا كورة سريعة اه حتى جون هونس ده ده طبعا كان سيب ماير هو جون بايرني ميونيخ فعلا في في الوقت ده بيقول انه فيتسا من الاول ومن بدايته هو ما كانش مدارب عادي ده مدايعين كمان دارب الجزاء بالزبط يعني مباراة ما كانتش اه يعني مش مش من المباراة اللي هي بايرني ميونيخ يقدر يحسمها بسهولة قدام فريق شباب اه او انه فريق حتى يعني مدرب ومدي ثقة للعيبة الصغيرين في السن قدام كل العناصر اللي عندها خبرات دولية بالاسامي اللي احنا شوفناها دي اعداد سوبل كمان اللي جي بعد كده درب الاهلي بالمناسبة يعني طبعا فيتسا هو اللي كان بيرشح احيانا مدربين الماني نادي الالي هو اللي رشحت سوبل اللي هو كان قدامه لعيب في وقت من الاوقات وهو مدرب بالمناسبة كمان يعني فيتسا بمناسبة سنة اربعة وسبعين اول زيارة لمصر من فيتسا كانت سنة اربعة وسبعين مع نادي اينتراخت فرانكفورت. وكان جاي لعب نادي الزمالك مباراة وده يكسب الزمالك خمسة اتنين ولعب معه مطشين تانين. وكان الزمالك معه كمان. بالمناسبة دي لطب التعرض لأول مرة. ده فيتسا في الاهرامات. مع فريق آينترخت فرانكفورت سنة اربعة والسابعين هنا في مصر. فيتسا. ده كان جاي لعب مباراة مباراة ده هنا في مصر يعني الحقيقة. دول لعبت آينترخت فرانكفورت في الوقت ده. يمكن قاعدين في منطقة الاهرامات. فيتسا لأول مرة في زيارة لمصر هو مدير فني. قبل ما يتخيل انه ممكن بعد كام سنة ييجي يدرب النادي الاهلي ويشتغل مع منتخب مصر. في الطريق رايحين ضمنهور. بالمناسبة. المشاهد دي بتعرض لأول مرة يا كابتن دي فرد آينترخت فرانكفورت بقاعدين مطش في استاد ضمنهور. اه اوكي. يعني في في الوقت ده الفرع الالمانية كانت من الاقوى الفرق في العالم. كانوا بيقدروا انه هما يكسبوا اي فرق. يمكن ما شاهد دي ما شاهد من الزمن الجميل اوي يا كابتن نهان. صحيح. وكمان اه شايفين. يعني ده كمان من الفرق من من اكتر الفرق كمان ساعته في في المانيا من اكتر الفرق. بياخد واخد القاس من فترة بمرور ارابعين سنة على بطولة الكاس اللي اخدوها مع 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 فايتسا وفي مدحف النادي يحطين مجسم الكاس واحتفلوا معاه ففي الوقت ده فايتسا عمل فريق قوي جدا جدا لأينتراخت فرانكفورت قدر ياخد بطولتين كاس وصل سيمي فاينل كاس أوروبا أبطال الكؤوس بعد كده فايتسا ده كان منتصف السبعينات بعد كده هو تولى كدادة منتخبات ألمانيا النشئين ثم الشباب لما أخد منتخب 18 سنة قدر ياخد بي بطولة أوروبا لما أخد منتخب 20 سنة قدر ياخد بيه كاس العالم كاس العالم كاس العالم تمانيا في البطولة دي هو كسب كل الماتشاط أعتقد كسب أسبانيا في دور المجموعات كسب استراليا في الكوارتر كسب أعتقد كمان منتخب من المنتخبات الكبيرة كسبه في السيمي فاينل وفي كسب قطر في الفاينل 4-0 وفي الوقت ده الماتش الوحيد اللي غسره في البطولة دي كان ماتش قدام منتخب مصر منتخب مصر كان فيه كابتن طهرب وزيده كابتن شريف الخشاب الوحيدة اللي اخسرها فايتسا مع منتخب ألمانيا خد كاس العالم بالمنتخب ده في الوقت ده يعني الحقيقة كان كابتن برده خالد الأمشاطي كان بيلعب كان فريق برده مواهب كتير كانوا لسه صغيرين في السن بعد كده بقوا من عمالقة الكرة المصرية كمان البطولة دي كانت فين يا عمر البطولة دي أعتقد كانت في استراليا تعريف استراليا أعتقد في استراليا والحقيقة كانت من البطولات كابتن حمد صديقي كمان هو يعني في الفيديو كمان ده كابتن طاهر أبوزيد اللي هو ده طبعا كابتن طاهر أبوزيد أكيد هو الأشوط درب الدجاجة هو اللي شاطها وقابها جور الحقيقة مصر كسبت المباراة دي اتنين واحد برضو يعني طبعا كان حاجة كمان تشرف انت بتكسب بطل العالم وزي ما احنا شايفين كل فرقة ألمانيا دي كمان بقى نجوم كبار جدا وفي نفس الوقت يا كابتن هاني انه مدرب زي ده وبالخبرات دي كلها ويقدر في موقف صعب على النادي الأهلي انه كابتن صالح سليم يقرر انه عندنا خسرنا بطلطين في سنة واحدة وده من النوادر انها تحصل نادي قالي يخسر دوري بكاس في سنة يجي على طول فايتسا يتم اختير المجيل في المنزل